ايّة ذبيحة لليهود في أرض الشمال عند نهر الفرات؟ ايّة ذبيحة؟ من قلت لكم قبل شوية ذن غريضاتنا حوائجنا ونحن نعرفها الكتاب مشحون بهذه الحقائق مع كل التحريف هناك تحريف في النص العبري وهناك تحريف في النص العربي مع كل التحريف لكن الحقائق إنها حقائقهم تبقى لماذا؟ لأنها قوية 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 حقائق قوية عظيمة هذا هو معنى التعظيم المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم ما هذا أساس المشروع المهدوي؟ عشراء المحرك الأكبر للمشروع المهدوي من هنا ينطلق زيت الوقود من عاشراء ينطلق متدفقا مندفعا لتحقيق يوم الخلاص هذه الصور صور من يوم الخلاص ولكنهم حاولوا تضييعها أعدوا المجنة والترس وتقدموا للحرب أسرجوا الخيل وأصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ لماذا؟ هناك ذبيحة ذبيحة هناك ذبيحة أين؟ أين؟ هل هي في أورشليم؟ ما علاقة الفرات بفلسطين بأورشليم؟ ذبيحة 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 عند الفرات أفاطم لو خلت الحسينة مجدلة فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم لأن للسيد رب الجنود ذبيحة ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات يحسين خبرك منطحة على الغبر يا حسين أدري بني لينفلت ما ديك كم جرى يا حسين والعيت بأنظم الشاهم ينضي بيك كل أحد يا أبو ليم وفعض من صواب الحجر حسد العليك ما ينحملها المعره جامراتي اعتابي ننطيحة على الغبر جامراتي يحسين خبرك منطحة على الغبر ومن سفر إرميا إلى سفر دانيال وإلى الإصحاح الثاني عشر إنها الرجعة الرجعة العظيمة قلت لكم داني غريضاتنا وحوائجنا لا شأن لي كيف يفسر اليهود كتابه أنا لست متحدثا باسم اليهود الإصحاح الثاني عشر من سفر دانيال من العهد القديم من الكتاب المقدس عند اليهود في زماننا هذا ومن بداية الإصحاح إلى نهاية الآية الرابعة الفقرة الرابعة وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت ماذا تقولون أليس الحديث عن زمن الفتنة الكبرى عن زمن الغيبة الكبرى وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون زمان ضيق لم يكن لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت وفي ذلك الوقت وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر ينجى هناك من يكون سببا لنجاته من هم الذين سينجون كل من يوجد مكتوبا في السفر سفر من هذا وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض الموتى وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية من هم الذين محضوا الإيمان محضا وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي الذين محضوا الكفر محضا والفاهمون العارفون بإمام زمانهم والفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور أما أنت يا دانيال فأخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد تذكروا هذا العنوان سنحتاجه وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر أي سفر هذا سفر من سيتضح لنا من خلال ما سنقرأه في كتاب العهد الجديد في كتاب النصارى إنه سفر الحمل الذبيح هم يفسرونه بعيسى المسيح عيسى بحسب الحقيقة لم يصلب ولم يقتل بحسب ما هم يقولون قد صلب لم يذبح الذي يصلب يقال له مصلوب لا يقال له ذبيح الذبيح ذبيحنا هم يقولون في كتبهم إنه الحمل الذبيح فهل عيسى ذبح في أي كتاب من كتبكم عيسى صلب والذي يصلب يقال له مصلوب لا يقال له ذبيح الذبيح ذبيح هنا ذبيح الفرات هناك عند الشمال لأن للسيد رب الجنود ذبيحة هناك هناك عند الفرات وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي نحن لا نتوقع أن نجد كل شيء في هذه الكتب بس مثل ما قلت لكم نحن حوايجنا وغراضاتنا نعرف وين موجودات ودليلنا الحاذق الأمين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم نذهب إلى فاصل عن ابن أبي عمير عن من ذكره عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيل لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما قال قلت وما يعني بالتزايلهم قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله هذا هو كتاب العهد الجديد إنه الكتاب المقدس عند المسيحيين هذه الكتب التي أقرأ منها كتب معابدهم وكنائسهم على سبيل المثال هذه الطبعة طبعة جمعيات الكتاب المقدس في المشرق إنها الطبعة الخامسة بيروت لبنان دار المشرق بإشراف الرهبانية اليسوعية وكلام طويل مذكور هنا لا مهجال لقراءته هذا هو إنجيل متى وهذا الإصحاح الرابع والعشرون من إنجيل متى من الفقرة السادسة والعشرين سأقرأ عليكم ما جاء معنونا بمجيء ابن الإنسان من هو ابن الإنسان أنا سأقرأ عليكم وأنتم تدبروا في هذه المضامين أنا لا أفرض فهمي على النصارى لا شأن لي به ولا أتحدث باسم النصارى نحن نبحث عن حاجتنا في هذه النصوص عدنا حوايج وذولا مضيعينها ملغمطينها تلغمط نحن ندور عليها ندور على غراضنا فإن قيل لكم ها هو ذا في البرية فلا تخرجوا إليها المراد لا تجعلوا الآخرين يضحكون عليكم من رجال الدين وغير رجال الدين فإن قيل لكم ها هو ذا في البرية الحديث عن مجيء ابن الإنسان فإن قيل لكم ها هو ذا في البرية فلا تخرجوا إليها أو ها هو ذا في المخاب فلا تصدقوا وكما أن البرق يخرج من المشرق ويلمع حتى المغرب فكذلك يكون مجيء ابن الإنسان وحيث تكون الجيفة تتجمع النسور وعلى أثر الشدة في تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يرسل ضوءه وتتساقط النجوم من السماء وتتزعزع قوات السماوات وتظهر عندئذ في السماء آية بن الإنسان فتنتحب جميع قبائل الأرض وترى ابن الإنسان آتيا على غمام السماء في تمام العزة والجلال ويرسل ملائكته ومعهم البوق الكبير فيجمعون الذين اختارهم من جهات الرياح الأربع من أطراف السماوات إلى أطرافها الأخرى هذا مجيء بن الإنسان أما علامة مجيئه من التينة خذوا العبرة فإذا لانت أغصانها ونبتت أوراقها علمتم أن الصيف قريب وكذلك أنتم إذا رأيتم هذه الأمور كلها فاعلموا أن ابن الإنسان قريب على الأبواب الحق أقول لكم لن يزول هذا الجيل حتى تحدث هذه الأمور كلها السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول فأما ذلك اليوم وتلك الساعة فما من أحد يعلمها لا ملائكة السماوات ولا الإبن إلا الآب وحده وكما كان الأمر في أيام نوح فكذلك يكون عند مجيء ابن الإنسان فكما كان الناس في الأيام التي تقدمت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون بناتهم إلى يوم دخل نوح السفين وما كانوا يتوقعون شيئا حتى جاء الطوفان فجرفهم أجمعين فكذلك يكون مجيء ابن الإنسان يكون عندئذ رجلان في الحقل فيقبض أحدهما ويترك الآخر وتكون امرأتان تطحنان بالرحة فتقبض إحداهما وتترك الأخرى فاسهروا إذن اسهروا انتظروا رابطوا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون أي يوم يأتي ربكم وتعلمون أنه لو عرف رب البيت أي ساعة من الليل يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب ينقب يثقب لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين ففي الساعة التي لا تتوقعونها يأتي ابن الإنسان إنها مضامين أحاديثنا ولكنها صيغت بصياغات كما يريد الذين صاغوا هذه العبائر نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادقي عن أبيه الباقري صلوات الله عليهم عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم هو شر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفة أكرر القولي من أنني لا أريد أن أفسر كتب اليهود لليهود ولا أريد أن أفسر كتب النصارى للنصارى هم أعلموا بكتبهم وثقافتهم وأنهم أعلموا بكتبهم مع ملاحظة أنني مطلع على تفاسيرهم على الكثير من تفاسيرهم من تفاسيرهم المطولة ومن تفاسيرهم الموجزة وأنا على معرفة بتفسيرهم في كتبهم لما أقرأ عليكم لكنني لا أريد أن أفسر لليهود والنصارى كتبهم لا بحسب ما جاء في تفاسيره ولا بحسب ما أعتقده ولا أريد أن أفرض رأيا على أحد إنها أمور تعود لنا ضيّعها من ضيّعها ونحن نبحث عنها من إنجيل متى إلى رؤيا يوحنى إنها آخر سفر من أسفار العهد الجديد الكتاب المقدس للمسيحيين في زماننا هذا رؤيا يوحنى وهذا هو الإصحاح الأول الفقرة السابعة ها هو ذاءات في الغمام ستراه كل عين حتى الذين طعنوا وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض أجل آمين أنا الألف واليأ أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء الوقت يجري سريعا وأنا أريد أن أضع بين أيديكم نماذج أمثلة مما جاء في هذه الكتب من الإصحاح الخامس من إصحاحات رؤيا يوحنى أقرأ من الفقرة السادسة وما بعدها فالقديس يوحنى هكذا رأى في مكاشفته إنها مكاشفة رؤيا يوحنى إنها مكاشفة مكاشفة غيبية هذا هو المراد منها بحسب ما يعتقد المسيحيون ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة وبين الشيوخ إنه يرى في الملأ الأعلى ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة وبين الشيوخ حملا قائما كأنه ذبيح بعد ذلك سيقول عنه من أنه ذبيح كأنه ذبيح لأنهم يعلمون يعلمون أن المسيح ما هو بذبيح فماذا يصنعون فهكذا يفعلون كأنه ذبيح ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة وبين الشيوخ حملا قائما كأنه ذبيح له سبعة قرون هذه رموز وإشارات له سبعة قرون وسبع أعين هي أرواح الله السبعة التي أرسلت إلى الأرض كلها فأتى من الذي أتى هذا الحمل القائم الذي الذي هو في وسط ذلك المكان المقدس الذي كأنه ذبيح فأتى وأخذ الكتاب من يمين الجالس على العرش ولما أخذ الكتاب جثى الأحياء الأربعة والشيوخ الأربعة والعشرون أمام الحمل وكان مع كل واحد منهم كنارة وأكواب من ذهب ملئت عطورا هي صلوات القديسين وكانوا يرتلون نشيدا جديدا فيقولون أنت أهل يخاطبون الحمل الذي كأنه ذبيح فيقولون أنت أهل لأن تأخذ الكتاب وتفض أختامه لأنك ذبحت لا يستطيعون أن يغيروا هذا الكلام لأنك ذبحت فهو ليس كأنه ذبيح هو ذبيح متى ذبح عيسى المسيح هم في تفاسيرهم يقولون هذا عيسى المسيح متى ذبح عيسى المسيح في كتبكم أنتم يا أيها النصارى لأنك ذبحت وافتديت لله بدمك أناسا من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلت منهم لإلهنا مملكة وكهنة سيملكون على الأرض وتوالت رؤيا القديس يوحن هكذا يقول وتوالت رؤيا فسمعت صوت كثير من الملائكة حول العرش والأحياء والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف وهم يصيحون بأعلى أصواتهم الحمل الذبيح أهل لأن ينال القدرة والغنى والحكمة والقوة والإكرام والمجد والتسبيح وكل خليقة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر وكل ما فيها سمعته يقول للجالس على العرش وللحمل التسبيح والإكرام والمجد والعزة أبد الدهور ماذا نقرأ في الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء بحسب مفاتيح الجنان الزيارة المروية عن إمامنا الصادق مصدرها العاصل الكاف الشريف ماذا نقرأ فيها أشهد أن دمك سكن في الخلد واخشعرت له أضلة العرش وبكى له جميع الخلاق وبكت له السماوات السبع والعراضون السبع تتذكرون في الحلقات المتقدمة لقد حدثتكم عن هذا البكاء إنه إنه تسبيح إنه تسبيح هذا البكاء تسبيح بمرتبة دموع أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أضلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والعرضون السبع يا حسين وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى فماذا جاء في رؤيا يوحن وتوالت رؤيا فسمعت صوت كثير من الملائكة حول العرش أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أضلة العرش وتوالت رؤيا فسمعت صوت كثير من الملائكة حول العرش والأحياء والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف وهم يصيحون بأعلى أصواتهم الحمل الذبيح أهل لأن ينال القدرة والغنى والحكمة والقوة والإكرام والمجد والتسبيح وكل خليقة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر وكل ما فيها سمعته يقول للجالس على العرش وللحمل التسبيح والإكرام والمجد والعزة أبد الدهور وكانت الأحياء الأربعة تقول آمين وجثى الشيوخ ساجدين لازلت أقرأ عليكم من رؤيا يوحنى وهذا الإصحاح السابع جاء فيه من الفقرة التاسعة وما بعدها يوحنى القديس يقول رأيت بعد ذلك جمعا كثيرا لا يستطيع أحد أن يحصيه من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان وكانوا قائمين أمام العرش وأمام الحمل ماذا يفعلون لابسين حللا بيضاء بأيديهم سعف النخل وهم يصيحون بأعلى أصواتهم فيقولون الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل وكان جميع الملائكة قائمين حول العرش والشيوخ والأحياء الأربعة فسقطوا على وجوههم أمام العرش وسجدوا لله قائلين آمين لإلهنا التسبيح والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقدرة والقوة أبدا الدهور آمين هذه الجموع التي كانت كانت قائمة أمام العرش وأمام الحمل لابسين حللا بيضاء نستمر في قراءة ما جاء في الإصحاح السابع من رؤيا يوحنى فخاطبني أحد الشيوخ قال هؤلاء اللابسون الحلل البيضاء من هم ومن أين أتوا فقلت له يا سيدي أنت أعلم فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الشدة الكبرى إنها الفتنة العظمى إنها الغيبة الكبرى هؤلاء هم الذين أتوا من الشدة الكبرى وماذا فعلوا وقد غسلوا حللهم وبيضوها بأي شيء بدم الحمل الذي يبيت عند الحسين ليلة عاشراء ويؤدي طقوس زيارة عاشراء فإنه سيحشر ملطخا بدم حسيني مقدس ما أنا الذي أقول الروايات والأحاديث هي التي تقول وقد غسلوا حللهم وبيضوها بدم الحمل لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه نهارا وليلا في هيكله والجالس على العرش يضللهم فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تلفحهم الشمس ولا الحر لأن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم إلى ينابيع ماء الحياة نحن عندنا في الروايات من أن أشرف مياه الجنة هو ماء الحيوان لماذا لأنه يمزجوا بدموع الباكين على الحسين والجالس على العرش يضللهم فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تلفحهم الشمس ولا الحر لأن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم إلى ينابيع ماء الحياة هكذا نسلم على إمام زماننا السلام عليك يا سفينة النجاة ويا عين الحياة هو عين الحياة إمام زماننا هم ماء حياتنا الماء الذي ذكر في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم هو ماء ولايتهم لأن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم أولئك الذين جاءوا لابسين حللا بيضاء وقد غسلوها بدم الحمل لأن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم إلى ينابيع ماء الحياة وسيمسح الله كل دمعة من عيونه ما أنا الذي أقول القديس يوحن بحسب هذه الرؤية وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم ماذا تقول رؤيا يوحن في الإصحاح الثاني عشر ثم ظهرت آية عظيمة في السماء هكذا رأى يوحن في رؤياه في مكاشفته الغيبية هذه في معراجه الروحاني هذا ثم ظهرت آية عظيمة في السماء ما هي هذه الآية العظيمة التي ظهرت في السماء امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا رجعنا إلى الاثني عشر ثم ظهرت آية عظيمة في السماء امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا حامل تصرخ من ألم المخاط لا أدري هل أقول ما قاله الإصفهان في العنوار القدسية والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء هل هو هذا أقرأ ماذا جاء في رؤيا يوحن ثم ظهرت آية عظيمة في السماء امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا حامل تصرخ من ألم المخاط وظهرت في السماء آية أخرى تنين التنين الحية الكبيرة جدا تنين كبير أشقر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان إنه عدو هذه المرأة وذنبه يجر ثلث كواكب السماء فألقاها إلى الأرض ووقف أمام المرأة التي توشك أن تلت حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه فوضعت ابنا ذكر غير الذي ابتلعه التنين التنين ابتلع ولدا لها ووقف أمام المرأة التي توشك أن تلت حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه سلام على المحسن الشهيد فوضعت ابنا ذكرا وهو الذي سوف يرعى جميع الأمم بعصا من حديد لا سيف إلا ذو الفقار وهو الذي سوف يرعى جميع الأمم بعصا من حديد وخطف ولدها إلى حضرة الله إلى عرشه بعد أن ولد القائم وجاءت السيدة حكيمة أن تراه فما وجدته سألت الإمام العسكرية عن القائم أين هو فقال لها رفعوه إلى العرش الروايات هكذا أخبرتنا ما أنا الذي أقول رفعته الملائكة إلى العرش فألقاها إلى الأرض ألقى المرأة هذه إلى الأرض فألقاها إلى الأرض الزهراء تقول وَلَقَدْ وَلَقَعْتُ وَلَقَعْتُ تفسيره صدقوني أنا أتحدث عبر البث المباشر وأعلم أن مسيحيين يتابعون حديثي أنا أقولها عن علم لقد تتبعت تفاسيره التفاسير المسيحية لهذه الرؤية لقد قرأت كثيرا عنها وعندي في مكتبتي العديد بل الكثير من تفاسير الرؤية ومن تفاسير كتابهم هذا ومن تفاسير كتب اليهود أيضا كيف فساروها من هي هذه المرأة هناك من قال إنها مريم العذراء لكن علماء التفسير عندهم رفضوا هذا قالوا لا صلة بينما جاء في رؤيا يوحن وبين مريم العذراء قالوا إنها امرأة رمز للديانة المسيحية وقالوا عنها من أنها الكنيسة المسيحية وقالوا ما قالوا من كلام لكس واضحا هم في حيص هبايص في بيان مضمون هذه الرموز في هذه الرؤية هذا إذا سلمنا أن الرؤية لم تتعرض لتعريف فألقاها إلى الأرض ووقف أمام المرأة التي توشك أن تلت حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه ولكنها بعد ذلك وضعت ابنا ذكرا إنه فرحتها فرحة الزهراء سلام على فرحة الزهراء وسرورها سلام على بهجة قلبها وحبورها فألقاها إلى الأرض ووقف أمام المرأة التي توشك أن تلت حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه فوضعت ابنا ذكرا وهو الذي سوف يرعى جميع الأمم بعصا من حديد وخطف ولدها إلى حضرة الله إلى عرشه وهربت المرأة إلى البرية حتى أعد الله لها مكانا لتقات هناك ألف يوم ومئتي يوم وستين ونشبت حرب في السماء نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل سنعرف أحداث هذه الحرب من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباكر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحد وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخراس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونشبت حرب في السماء فإن ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته فلم يقوى عليهم ولا بقي لهم مكان في السماء فألقي التنين الكبير الحية القديمة التنين الكبير الحية القديمة عنوان لإبليس عنوان للشيطان ذاك ذاك يقال له إبليس والشيطان مضلل المعمور كله ألقي إلى الأرض وألقي معه ملائكته ثم سمعت صوتا جهيرا في السماء يقول الآن حصل خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه فقد ألقي متهم إخوتنا الذي يتهمهم نهارا وليلا عند إلهنا إنهم قد غلبوه غلبوه بأي شيء بدم الحمل وبكلمة شهادتهم ولم يفضل حياتهم على الموت فلذلك فرحي أيها السماوات وفرحوا يا سكانها الويل لكم أيها البر والبحر إن إبليس قد هبط عليكما يستشيط غيظا وقد علم أن له وقتا قليلا سينتهي وقته عند ظهور إمام زماننا ورأى التنين أنه قد ألقي إلى الأرض فطارد المرأة التي وضعت الولد الذكر فأعطيت المرأة جناحي العقاب الكبير لتطير بهما إلى البرية إلى مكانها فتقات هناك وقتا ووقتين ونصف وقتا في مأمن من الحي فأفرغت الحية من فمها خلف المرأة مثل نهر من الماء ليجرفها النهر فأغاثت الأرض المرأة ففتحت الأرض فاها وابتلعت النهر الذي أفرغه التنين من فمه فغضب التنين على المرأة ومضى يحارب سائر نسلها الذين يحفظون وصايا الله ومضى يحارب سائر نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح فوقف على رمل البحر ورأيت وحشا خارجا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف التجديف هو الارتداد والضلال والكلام الفاحش المسيء إلى الله وأوليائه هذا هو التجديف في الثقافة المسيحية وعلى رؤوسه اسم تجديف وكان الوحش الذي رأيته أشبه بالفهد وقوائمه مثل قوائم الدب وفمه مثل فم الأسد فأولاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما وكان أحد رؤوسه كأنه ذبح ذبحا مميتا فشفي جرحه المميت فتعجبت الدنيا كلها وتبعت الوحش وسجدوا للتنين لأنه أولى الوحش السلطان وسجدوا للوحش وقالوا من مثل الوحش ومن يستطيع محاربته فأعطي فمن يتكلم بالكبرياء والتجديف وأولي سلطانا على العمل اثنين وأربعين شهرا ففتح فاه للتجديف على الله فجدف على اسمه ومسكنه وعلى سكان السماء وأولي أن يحارب القديسين ويغلبهم وأولي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة وسيسجد له أهل الأرض جميعا من هم هؤلاء الذين سجدوا للوحش سجدوا لعدو الله أولئك الذين لم تكتب أسماؤهم منذ إنشاء العالم في سفر الحياة ما هو هذا السفر مرت الإشارة إليه في كتاب العهد القديم وأنا كنت أقرأ عليكم من سفر دانيال عن الرجعة أولئك الذين لم تكتب أسماؤهم منذ إنشاء العالم في سفر الحياة ما هو سفر الحياة سفر الحمل الذبيح من كان له أذنان فليسمع فليتع فإن سفر الحياة هو سفر الحمل الذبيح إلى أن نقرأ في رؤية يوحنى في الإصحاح التاسع عشر القديم القديس ويلبس 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 رداء مخضبا بالدم إمام زماننا حينما يخرج يكون مرتديا قميص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو ملطخ بدمه الذي سال منه في يوم أحد هكذا تحدثنا الروايات إنه دم رسول الله صلى الله عليه وآله ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين صادق وبالعدل يقضي ويحارب عيناه كلهب النار وعلى رأسه أكاليل كثيرة له اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو ويلبس رداء مخضب بالدم واسمه كلمة الله وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسة كتان ناعما أبيض خالصا عمائمهم البيضاء التي لها ذؤابتان عمائم ملائكة بدر الذين ينتظرون عند قبر الحسين في كربلا قائدهم الملاك العظيم منصور يا منصور أمت يا منصور أمت وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسة كتانا ناعما أبيض خالصا ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الأمم فصاحتهم بيانهم وإنه سيرعاها بعصا من حديد لا فتى إلا علي إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الأمم وإنه سيرعاها بعصا من حديد ويدوس في معصرة خمرة سورة غضب الله القدير وعلى ردائه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب إلى أن تستمر الرؤية حتى نصل إلى الإصحاح الثاني والعشرين هكذا يقول القديس يوحنا في معراجه في رؤياه الروحانية هذه وأراني الملاك نهر ماء الحياة براقا كالبل اللور ينبثق من عرش الله والحمل وفي وسط الساحة وبين شعبتي النهر شجرة حياة تثمر إثنتي عشرة مرة رجعنا إلى هذا العدد المقدس تثمر إثنتي عشرة مرة في كل شهر تعطي ثمرها وورق الشجرة لشفاء الأمم ولي يكون لعن بعد الآن وعرش الله والحمل سيكون في المدينة وسيعبده عباده ويشاهدون وجهه ويكون اسمه على جباههم ولي يكون ليل بعد الآن فلن يحتاج إلى نور سراج ولا ضياء الشمس لأن الرب الإله سيضيع لهم وأشرقت الأرض بنور ربها الأحاديث أخبرتنا في تفسير الآية من أن الناس ستستغني بنور إمام زماننا ولا تحتاج إلى نور الشمس والقمر وأشرقت الأرض بنور ربها المفضل بن عمر حدثنا عن إمامنا الصادق والرواية في تفسير القمي ردوان الله تعالى على المفضل وحل القمي وصلوات دائمة على إمامنا الصادق المصدق وسلام على الذي ستشرق الأرض بنوره على بقية الله وَلَنْ يَكُونَ لَيْلٌ بَعْدَ الْأَنْ فَلَنْ يَحْتَاجُوا إلى نور سراج ولا ضياء الشمس لأن الرب الإله سيضيء لهم وسيملكون أبد الدهور وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى سألكم الدعاء جميعا يا حسين يا حسين يا حسين وأنتم قولوا أيضا يا حسين في أمان الله